وزع مركز الملك سلمالي لغاثة والأعمال الإنسانية 28 طناً و120 كيلو جراماً من السلال الغذائية لنازحي الحديدة في مدريتي قعطبة وسناحة بمحافظة الضالعة والتي استفاد منها 2280 نازحة كما وزع المركز 13 طناً من السلال الغذائية و600 بصاطة للنازحيين في مدريتي حيران وحرض وميدي بمحافظة حجة والتي استفاد منها 2850 أسره المملكة العربية السعودية قامت بدعم إقاث قير عادي وقير مسبوغ لعدد من المناطق المحررة في محافظة الضالع وأيضاً في محافظة حجة وأيضاً وصلت قوافل الإقاثة للمملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان إلى محافظة صنعاء وهذا الدليل واضح على أن المملكة العربية السعودية تقف مع شقة أهليمنيين وأيضاً تحاول جاهدة لرفع من معاناة الناس وأن في الجانب الإقاثي أو في الجانب الاقتصادي أياد الخير السعودية والتي لم تترك الشعب اليمني يبقى وحيداً تظل باصماتها جالية في كل مديرية ومنطقة تلبية لاحتياجات السكان ولم يبدأ فقط عندما انطلقت قافلات مركز الملك سلمان للإغاثة منذ الوهلة الأولى بل أن هذه الحملة جاءت تكملة لمسيرة عطاء قدمت فيها المملكة العربية السعودية كل ما لديها للشعب اليمني وما زالت تقدم الواجب الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية اتجاه شقاه اليمنيين عبر مركز الملك سلمان للإقاثة الإنسانية لا يقتصر فقط على المناطق المحررة التي يسيطر عليها قوات الجيش الوطني التابعة للشرعية اليمنية وإنما حتى المناطق التي تقع سيطرة ميليشيات الإنقلابين الحوثيين والمفروض عليها حصار من ميليشيات الإنقلابين الحوثيين وهناك أيضاً تزداد معاناة هؤلاء المواطنين إيصال المساعدات إلى المناطق والقورى النائية حتى في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية ظل أمراً بالغ صعوبة في ظل وضع حربي تشهده البلاد لكن ها هي المملكة العربية السعودية تصل وتحمل كل الخير للمواطنين هناك مروى النبيل لقناة الإخبار عدن ترجمة نانسي قنقر